سيعود جثمان الفاقد الراحل حسين ايد تحمد إلى أرض الوطن يوم الخميس 31 ديسمبر وستلقى على جثمانه النظرة الأخيرة في نفس اليوم بمقر الوطني للحزم وستتم مراسيم الدفن يوم الجمعة 1 جنوبي 2016 في مسقط رأسه في قرية ايتحمد بلدية ايت يحيى بعين الحمام مراسيم الدفن ستكون وطنية وشعبية وستقام قبل نقل جثمانه إلى الجزائر مراسيم إلقاء نظرة أخيرة عليه في مدينة لوزان السويسرية يوم الثلاثة 29 ديسمبر